اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 17 شفوال 1437 للهجرة الموافق 21 يوليو 2016 ميلادي تحت رئاسة فخمة رئيس الجمهورية سيد محمد ولعبد العزيز وقد درس المجلس وصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات نذكر منها بيانا يتعلق بخطة العمل الخمسية 2016-2020 للمجلس متعدد القطاعات المكلف بترقية الاشخاص لما الاعاقة وستدخل وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة لشرح مضمون هذا البيان فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم احصل اليوم الشرف اني قدمت بيان المجلس الوزراء يتعلق بخطة العمل الخمسية 2016-2020 للمجلس المتعدد القطاعات المكلف بترقية الاشخاص ويلاعاقة وكما تعرفوا على بلادنا على قرار البلدان الاخرى فيها تزايد لعدد هذه الاشخاص المعاواغين وهذا ناتج عن تحولات اجتماعية واقتصادية كبرى في البلد وعن قدر من الحوادث السير وحوادث العمل اللي ادوا لهذا على انهم يحولوا الشخص كان سليم شخص ذوي العاقة وتبين الاحصاءات الرسمية اللي عدلت سنة 2013 على ان عدد هذو الاشخاص في بلادنا على انه تقريبا 34 ألف ولكن حسب المعايير المنظمة الصحة العالمية على ان العدد يا الله يعود اقل شي في البلدان النامية 7% وذاك يبين على انه قد يعود في الاحصاء يعود ما يشمل الاشخاص اللي معني بصيفة كاملة وهذه سنوات الاخيرة الحكومة الموريتانية بدلة جهود كبير من اجل ترقية وتحسين وظروف هذه الشريحة اللي مع الاسف المجتمع يضر لها نظرة دونية ويحسوا بعلنهم مقصيين وهما شريحة من الواطنين وقطعنهم فيهم اشخاص عندهم كفاءة ويخصهم اللا دعم يتحولوا من وضعه تعلنهم يعودوا عالي على المجتمع يعودوا عندهم دور فعال وإيجابي يلعبوه في هذا المجتمع وجبر قدر من المكتسبات من بين هذه المكتسبات إنشاء إدارة مركزية لأول مرة في وزارة شعون الاجتماعية والطفولة والأسرة 2008 المصادقة على اتفاقية الدولية اللي تضمن حقوق هذه الفئة إنشاء مركز للتكوين والترقية للأطفال ذوي الععاقة 2014 تخصيص يعاني سنوية مالية كانت صرين 300 ألف تم تماشاين عاد حاليا 85 مليون الشراء مواد لهذه الاشخاص تعاونهم مع لنهم يتحدى والمشاكل اليومية مطرخ من كراسي وعصاء بيضاء وكراسي متحركة واكتتاب لأول مرة 100 حامل شهادة من هذه الفئة واكتتاب الوظيفة العمومية و في المرسوم يقرأ أن 5% من كل اكتتاب الوظيفة العمومية يزيد على 20 شخص تقود 5% مخصص لهذه الفئة توزيع قطع عرضية 200 قطع عرضية على الأسر من هذه الفئة منح مبلغ شهري للأسر الذين عندهم أطفال ذوي الععاقة شهريا يجب 20 الفئة على التعاون في التكاليف لهذا الأطفال إنشاء مجلس متعدد القطاعات لترقية الأشخاص والأشخاص بالععاقة 2010 وهذا المجلس يترأس مستشار وزير الأول ومعني بإعلنه يراجع والله يعطي رأيه بجميع المسائل اللي تخص الأشخاص والإعاقة إياك على أنهم يعود هو مجلس متعدد في القطاعات معناها فيه قطاعات متعددة كلها معنية بإعلنها تعود عندها رعاية خاصة بهذه الفئة بما فيها قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والتهذيب الوطني وقدر من القطاعات المعنية كيف النقل كيف الإعلام كيف قطاعات كاملة المعنية بهذه الفئة وقد تحسن من وضعيتها عندها عضو في هذا المجلس واللي متخصص فيه دراسة أي مسألة تحسن من ظروف هذه الفئة وعلى الرقم من هذا كامل الذي يعدل في مقطع النواقص بيهدية العمل البشري دائما يعود فيه نواقص وعلى ذاك القرار حاولنا نعدل هذا البيان إياك على لنا نحاول نحسنه أكثر وأكثر من وضعية هذه الفئة وذي الشريحة مثلا في مجال الصحة هذه الأشخاص والأطفال الخاصة وأسرهم يجبروا مشاكل في عدم تواجد المراكز المتخصصة في العناية بهذه بهذه الأطفال وهذا نطالب على أن يعود في تحسن في هذا المجال بأخذ رأي بالمشاكل المطروحة لهذه الفئة في مجال التهذيب ومليه هناك عدم ملائمة المدارس الحالية لهذه الأطفال يعود تكوين في مدرسة تكوين المعلمين وفي المدرسة الوطنية للأساتذة يعود ويعطاوه لهم دروس إياك على أنهم قدوا يواكبوا وسايروا دراسة هذه الأطفال ويعودوا فمهم ولي كتب وبرامج يعود بالتماشى مع وضعيتهم إياك على أنهم يقدوا يستفادوا أكثر من التهذيب ويعود كي يقلتك بويل مرضوديتهم على المجتمع تشبهه أحسن ويعودوا ماهم عالة عادوا مفسهم عندهم مرضودية إيجابية ويعودوا شاركوا في بناء الوطن نفس الشي في مجال مثلا التكوين المهني نفسه هذا هو يعلا يعود وفهم من الأمكان يعود قابلة بعين الاعتبار والأجهزة قابلة بعين الاعتبار من خارقة فيها من الأشخاص يا الله عندها حالة خاصة يعلا يعود وفهم تلاهم مع الأجهزة ومع الممكن إياك على أنهم قدوا يستفادوا من التكوين المهني وفيهم واحدين في المركز اللي مخصص لهم ورشات صغيرة ولكن نختارهم مش يعود كبار وشمل ورشات خاصة بالتكوين المهني خاصة في مجال الخياطة والنجارة وكي ما تعرفوا المباني العمومية من مساجد ومن مدارس ومن أطباء ومستشفيات نقاط صحية يا الله زادية إياك على أن يعود وولوجهم أسهل لهذا الأشخاص ويعود وينقبضوا زادهم في عين الاعتبار على أنهم عندهم غروف خاصة خاصة الذين عندهم يعاقة في الحركة يعودوا وينقبضاك في عين الاعتبار إياك على أن يحسوا بأنهم ما عندهم يقصاع والله تمييز سلبي خاص به وهذا إياك على أن نقدروا نسيطروا عليه نختاروا هذه السنة ونقوم بقدر من المسائل منها مسح مسح عام إياك على أن نقدروا نعودوا عندنا العدد الحقيقي لأشخاص في العاقة في موريتانيا على قرار يقضي تم تخطيط وععادة برامج لهم بهم معرفة كميتهم ذانيا نختاروا يعودوا بطاقات خاصة بهذه الاشخاص تسهل لهم مثلا نولوج المستشفيات والله نولوج لنقاط الصحية والله الصفر والله تعود عندهم امتياز خاص مجرد عندهم بطاقة يعود عندهم شيء خاص بهم يسهل لهم عملهم وحركتهم اليومية ونختار ونقوموا بحملة تحسيسية حول اسباب خاصة الاسباب اللي يقدوا تفاد منها الحوادث السير ومن حوادث العمل ويعود ما توقع تقع والله اخذ احتياط ذلك الحوادث السبب لانه يعود معوق وذلك نختار ونقوموا بحملة تحسيسية شاملة تعود له التنقص والله تحد من عدد هذو الحوادث اللي يخرقوا ومنها الجانب الصحي اللي حملات ضد بعض ضمن الامرات كيف شل الاطفال اللي الوقاية منه مضمونة مجرد الاهالي يعدلوا تطعيم معناه ان هذا مولي ينقام به دور الله ان شاء الله يحد من عدد هذو الاشخاص الصيف مختصرة هذا هو اللي كان مضمون البيان واللي يقدم اليوم واللي صادق عليهم يشلس الوزارة وشكرا وسؤالك التالي منظر سيد الوزارة هذو الاشخاص اللي ما هم معوقين وهما يمارسوا مهنة جديدة واللقديمة هون تسور تقريبا عن المتقية الطرق وضايقوا قطعا المعوقين واخيرا خلطوا عليهم قطعا من اخوان الجانب وعاد المسار هنا ماتات طبيعية منظر كان الوزارة حالا متبارك كما قانوا يتسنون اجل تغضي عليه للقضية اللي عادت الظاهرة عادت الناس عقا مستائم هما قاعد اضر عليهم هما من 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 فاعت عليهم شكرا شكرا السؤال الجيد هذه معلسف ظاهرة عاد منتشرة في البلد وكي قلت ما هي خاصة قاع بالأشخاص معواقين لأنهم فيهم واحدين قاع ما يرضاوا الرسوم يعودوا متسولين ولا يختركون يعودوا معاولين اللي على رسوم يشتقلوا ويبدون مجهود يعودوا ذاللي جابريل ما هو جابريل عن طريق التسول والقضية عم بها البلوى والإدارة اللي تعود طرف في لجنة ويزارية تعكف على هذه القضية اللي كانت تجبر لها حلول شافية ونهائية وفي الأيام إن شاء الله القريبة اللي يقوم التشاور حولها اللي يجاد حل المناسب بها اللي قطوا تاخذوا فيها حلول ومع الأسف تعود ثوات زمن وتعقف وترجع وذارك بعد لها هي تخرص بجميع النواحي هيك على أنها تندرس وتعود ذاك اللي له تنتج عنه النتاج اللي هي انتج عنه الاجتماع تعود تطبيقها تأدي على أن نصيدر على هذه القضية في صفة نهاية شكرا على الوزير كيف تتعامل الحكومة الملتانية مع الأمطار اليوم في النواقشوط قبل القمة بيومين وهل إجراءات القمة اكتملت شكرا بسم الله شكرا معي الوزير فيها شائعات تناقلتها بعض وسائل الإعلام وثارت نوع من القلق والبلبلة لدى الشارع تقول بأن السلطات بصدد إغلاق النواقشوط ومنع الدخول أو الخروج منه وإغلاق أيضا الأسواق في العاصمة بالتزاون مع القمة العربية والمواطنون يعني يسألون ما مدى صحة ما مدى صحة هذه الأنباء تحديدا ومؤخرا أقدمت السلطات الموريتانيا على طرد داعية إسلامي معروف ومشهور طارق رمضان دون تقديم سبب وجيه على أقل للإعلام والرأي العام من المبررات التي استنتم إليها في طرد شخصية عربية مهمة كهذا الداعية خصوصا وأنتم تستقبلون العرب في قمتهم الأولى في موريتانيا فرانسي معاي الوزير ذكرت صحيف موندا أفريك معلومات وصفتها بسرية تتعلق بإفلاس الاقتصاد الموريتاني حسب ما وردت واستندت فيه الصندوق النقد الدولي والله موثله حيث وقالت أن المديونية الخارجية الموريتانية تضاعفت بشكل خيالي هذه السنوات 2010-2015 لتصل 150% وذكرت صحيفة عن نسبة النمو 2015-2002% ما حقيقة هذه المعلومات شكرا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لما يتعلق بمواجهة أثار الأمطار المباركة أمطار الرحمة التي حطلت هذا اليوم طبعا لعلك لاحظت أن السيارات شفط المياه التابعة لوسارة المياه والصرف الصحي ومختلف القطاعات المعنية أنها بدأت العمل وبدأت تنمحي آثار الآثار المقلقة للمطر اليوم وخصوصا في الأماكن الحيوية وهي العملية مستمرة وإن شاء الله ستتم السيطرة أو تمت فعلنا السيطرة عليها بشكل جيد ولا هناك أي مشكلة بالنسبة الاستعدادات للقمة طبعا عليها اللمسات تضع عليها اللمسات الأخيرة وهي الحمد لله استعدادات جيدة ومحل إشادة واعتزاز وتقدير من الجميع وهي استعدادات على المستوى المطلوب ومرضية ومريتاني إن شاء الله ستستقبل القادة العرب في الموعد المحدد بكل حفاوة وتكريم وبكل استعداد بالنسبة لا 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 هذه مجرد الشعاعات لا أسس لها من الصحة العمور ماشية طبيعية الأمر الحمد لله في مريتاني كما تعلمون على مستوى متميز من عدة سنوات لم تسجل أي حادثة أو اختراق أمني إرهابي أو غير الجمهور الإسلامي المريتانية والناحية الأمنية جيدة على المستوى حتى الإقليم والمستوى الإفريقي والمستوى العربي والعالمي بالنسبة لمريتاني وما هناك أي أغلاق للأسواق وإنما هناك إشراءات أمنية بمناسبة عقادة القمة وهي إشراءات عادية تتخذ كأي دولة عقد فيه اجتماع وقمة وكأي اجتماع يقع فيهم وليتاني بشكل كبير تكون هناك إشراءات أمنية لكن هذه الإجراءات الأمنية في ظل الحياة الطبيعية لمواطنين ما هناك غلق لأسواق ولا غلق لعاصمة ولا غلق لمطار ولا مضايقة لأي أحد وإنما هناك إشراءات أمنية اعتجادية أنها تتخذ مثل هذه الغروف بالنسبة الداعي الذي ذكرت أنه لم يتهد لأنه مثلا منع من الدخول هذه طبعا غروف وتقديرات تقدرها السلطات والجهات المعنية ولها أن تسمح لمن شاءت أن يدخل وترفض دخول من شاءت وهي خاضعة على ظروف وتقديرات محددة تحدد هذه الجهات محددة وبالتالي ليست محل المزايدات ولا محل هذه التهميشات والإثارات والأخرى بالنسبة للاقتصاد الموليتاني لا تقبل أخباره من هذه الشرائد شريدة هنا وموقع هنا ما في شي مشهود اقتصاد الموليتاني نحن دولة شفافة وهناك والدولة تدري كل يوم بكل المعلومات الوزير المالية يدري بالمعلومات في كل يوم هناك حسابات كل ستة أشهر هناك وقد جاء هون هذا المؤتمر وأحكى عليكم الحالة الاقتصادية وهي موجودة جميع المؤسسات المالية عندنا من عند الخزينة للوزارة المالية عندهم مواقعهم والمعلومات مسابة وبشكل شفاف وبشكل يومي وما في شي موريتاني أخبارها ما تنقبل من عنده موريتاني ومن عند الحكومة الموريتانية ومن عند الجهات المعانية موريتانية ما تنقبل من جرايد هامشية ولا مواقع غريبة تجيبها من هنا وهناك هذا اللي لود لا مدى ما عندها حرية والله ما عندها المعلومات ما هي متاحة لها ولا هي منسابة المعلومات عندنا متاحة ومنسابة ولا مشهود شيء وكل شيء تشوفه الناس فره وتراه الناس فره أشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته